كمان مصدر داخل نادي الزمالك من ناحية اخرى يعني بعيد عن النادي الاهلي قال لنا ان البرتغالي جوزفالدو فريرا طلب عدم تواجد اللاعب يوسف حسن في تدريبات الفريق الاول هو شايف انه يتضرب الفترة اللي جاية مع لاعبي فريق الشباب ما يبقاش موجود دلوقتي مع الفريق الاول وهقول لكم ليه فريرا مش من المداربين اللي بيحبوا التدريب بتاعه ويبقى فيه 30 و35 و40 لاعب لا هو عايز مجموعة صغيرة مجموعة الليلة يعرف يديهم تعليمات ويركزوا معاه ده مش معناه ان يوسف حسن بر حسابات فريرا ده مش مظبوط عشان برضو تفهمه الخبر صح هو بس مش عايزه يخش في تدريبات دلوقتي وفيه الضحام في القائمة الاساسية والاحتياطية في تشكيلة النادي الاهلي اه الزمالك عفوا وبالتالي انت مش هتخش الا ما يبقى فيه انه نقصان ما او يعني مثلا لاعب فنيا نقل مستوى فيوسف ساعته يخش في التدريبات لكن هو عايزه يندمك اكتر فيه تدريبات فريق الشباب 2003 لحد ما يحتاجه مظهر كمان في نادي الزمالك قال لنا ان النادي جدد عقد السنائي حسام عبد المجيد وسيد عبدالله نيمار موسم اضافي ليمتد العقد بذلك حتى 2025 عودهم كانت تنتهي في 2024 هم مدلهم سنة كمان وعجبني اوي اوي النظرة البعيدة لإدارة نادي الزمالك في التعاقدات او في تجديد التعاقدات والزمالك عانى الفترات الماضية بسبب الموضوع ده انه بيستنى لآخر اللحظة اللاعب يبقى فضله سنة في عقده ولا ستة شهر في عقده والزمالك يحاول يتفاوض معه يكون اصلا اللاعب بيخلص مع نادي او خلص مع نادي او خد كرب الرحيل او شاف مقابل اعلى فدايما لازم ده في العالم كله لاعب عقده هيخلص على الاقل على الاقل بسنتين تكون مجدد معاه عشان لو فدل اخر سنة هو كمان اللي هيبقى عنده نقطة القوة في المفاوضات عشان هو ممكن يمشي من عندك ببلاش فهيبدأ يساومك كتير ويبدأ يطلب ارقام كبيرة جدا لكن لما تخلص دلوقتي انت خلص اللاعب بقى بتاعك وده موقف زكي اداري زكي من نادي الزمالك كمان في رئيلا مدارب الزمالك قرر مشاركة السنائي مصطفى شلبي وعمر السيسي سنائي الفريق الجديد في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مباراة فالمبو في اياب دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري ابطال افريقيا حلو ده كلام محترم والاثنين لعيمة مميزين جدا كمان الزمالك تلقى عروض لاستعارة رباعي فريق اليد للمشاركة في كأس العالم للاندي سوبر جلوب نادي نصر السعودي طلب كريب هنداوي ونادي الخليج السعودي طلب ضم احمد الاحمر والتراجي طلب ضم مصطفى بشير والكويت الكويت طلب ضم وليد قداح لعبة مميزة واسماء كبيرة وحالو نحن نشوف لعبين مصريين موجودين مع اندية في بطولة العالم للاندية من نادي الزمالك وتعفين كيف كان نادي الاهلي مشارك في هذه البطولة الزمالك كان على شكل مشاركة فيها ولكن خسارته من التراجي التونسي بعدته من المشاركة في هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر